السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة مونة علاوي. قبل ما نبدوك العادة. كنشكر كل متتبع القناة. كنشكر كل صغير وكبير كي ساهم في استمرارية قناة مونة علاوي. كنشكركم كذلك للتعليقات الجميلة اللي كتتحفز بها القناة مونة علاوي. كما كتشوفوا الفيديو دينا هي عبارة عن بلاغ اخباري. لصدر اليوم الخاميس لاتين شو تنبير الفين وواحد وعشرين. هاد البالغ هذا غدي يجاوبنا على التساؤلات او السؤال اللي راه طرح طرح نفسه دابا. اللي هو واش التعليم غيكون اه تعليم حضوري او تعليم عن بعد. غنحاولوا نقرأوا هاد البالغ باش نجاوبوا على هاد السؤال بطريقة واضحة. تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ان الدراسة ستنطلق بصفة فعلية يوم الجمعة فاتح اكتوبر الفين وواحد وشرين كما تم الاعلان عنه سابقا بجميع المؤسسات التعليمية والجامعية ومراكز التكوين المهني بالنسبة للقطاع العمومي والخصوصي. وكذا مدارس البعاتات الاجنبية كما كتشوفوا يعني الوزارة بدأت هاد البالغ ديالها بالتأكيد على ان الدراسة غضي تبدأ يوم الجمعة فاتح اكتوبر لي هو يوم غد ان شاء الله باذن الله يعني بالنسبة للقطاعين سواء المدارس العمومية او الخصوصية وكذلك احتى البعادات الاجنبية. وذلك وفق نمط التعليم الحضوري. شوفو هنا راكين عندنا واحد ستر تحت التعليم الحضوري بالنسبة لجميع الاسلاك والمستويات. كما كتشوفوا يعني اللي جهنا فهد البالغ يعني بشكل واضح هو ان نمط الدراسة اللي غيكون هو تعليم حضوري مئة في المئة بالنسبة يعني سواء الابتدائي او الاعدادي او الثانوي او الجامعة او والمعاهد الاخرى. لكن كين هناك واحد الاشارة مع اتاحة امكانية الاستفادة من التعليم عن بعد بالنسبة للمتعلمين الذين ترغب اثرهم في ذلك. يعني بالرغم ان الوزارة يعني المبدأ العام هو غيكون تعليم حضوري. لكن بالنسبة للاصار اللي بغى تولدتها اتلقى التعليم عن طريق التعليم عن بعد يعني رأى عندهم هاد الامكانية. ويأتي هذا القرار اخذا بعين الاعتبار السير الايجابي للحملة الوطنية للتلقيح بشكل عام وعملية التلقيح المتعلمين من الفئة العمرية اتناش وسبعتاش للسانة والشباب من الفئة العمرية تمنتاش للسانة فما فوق على وجه الخصوص. فضلا عن تحسن الوضعية الوبائية ببلادنا في الاسابيع الاخيرة. كما كتشوفوا يعني هاد القرار اللي اخذاتوا الوزارة بشيكون تعليم حضوري مئة في المئة. يعني طريقة سريعة يعني طريقة ايجابية الحمد لله بش انهم يلقحوا اه وليداتنا اللي من 12 لسبعتاش للسانة وتمنتاش للسانة يعني كذلك الحمد لله يعني كين تحسن في الوضعية الوبائية ببلادنا في هاد الاسابيع الاخرى. يعني مدم اه مدم ان يعني الحملة غداي الحمد لله اه فيما يرى. والحمد لله الوضعية يعني بالنسبة الوفايات يعني قلات والحمد لله وشيفايات كينا. اه يعني ذاك شي باش ان اه الوزارة اه اعطت اه الاسبقية للتعليم الحضوري. الى ذلك ولضمان دخول دراسي امن لجميع المتعلمات والمتعلمين والاطر التربوية والادارية وحرصا على سلامتهم الصحية. فقد عملت الوزارة بتنسيق مع وزارة الصحة على تحين البروتوكول الصحي الذي سيتم اعتماده بجميع المؤسسات التعليمية والجامعية ومراكز التكويل المهني العمومية والخصوصية ومدارس البعتات الاجنبية والذي يمكن الاطلاع عليه عبر البوابات الرسمية للوزارة. كما كتشوفوا يعني بشكل واضح يعني باش يكون واحد دخول دراسي يعني امن لبنسبة الوليدات اللي غيقراب ولا بنسبة الازاتيدة والاطور الادارية يعني سواء في المؤسسات التعليمية يعني الخصوصية ولا سواء في المدارس العمومية يعني يخصهم يحترموا اذاك البروتوكول الصحي اللي حطت الوزارة اللي هو رهن الاشارات يعني اللي بغي يعرف هاد البروتوكول يدخل لانترنت ويلقاه مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتدابير الاحترازية المعمول بها للوقاية من من وباكو في تسعة عشر وخاصة الارتداء يعني شنو خصنا نديرو باش نحتفظو على راسنا ولاوليداتنا خص الكمامات خص ما يكونش الاشتلام وتفادي التصافح والحرص على النظافة الجاسدية دائما غسلو الدينة اضافة الى تهوية الفضاءات يعني بنسبب الاقصام دائما الشراجم يكون محلولي الباب يكون محلول القسم يعني يكون مهوي باش ان شاء الله يدوز هاد العام ان شاء الله في ظروف جيدة وفي هذا الاطار تدعو الوزارة المتعلمات والمتعلمين والأسر الى مواصلة الانخراط بكتافة في عملية التلقيح التي ستظل مستمرة الى ما بعد انطلاق الدراسة على مستوى جميع مراكز التلقيح وكذا من خلال وحدة الطبية المتنقلة المخصصة لهذا الغرض سواء من اجل تلقي الجرعة الاولى او التانية كما كتشوفو هنا يعني ان الوزارة مازال يعني كطلب من الاسر بالنسبة اللي وليدتها مازال ما داروش تلقيح يحاولوا انهم يلتحقوا باقرب يعني الوحدة الطبية يعني المستوصف اللي قرب لهم باش انهم يخدوا الجرعة الاولى والتانية وبالنسبة اللي دروا لدتهم الجرعة الاولى يلتحقوا باش يدروا الجرعة التانية وبهذه المناسبة تتقدم الوزارة باسمع عبارة الشكر مع الاشادة بكافة الاطر التربوية والادارية على الجهود التي بدلوها من اجل الاعداد الجيد واستكمال جميع العمليات التحضيرية للموسم الدراسي 2021-2022 كما تدعو الاسر وباقي الشركاء الى التعبئة الجماعية من اجل الارتقاء بمنظومتنا التربوية وتمكنها من لعب ادوارها في التربية والتنشئة الاجتماعية خاصة في هذه الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا متمنية للجميع موسما دراسيا ناجحا وملئا بالانجازات وذلك خدمة لبلدنا الحبيب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلال الملك محمد السادس نظره الله واياده كما كتشوفو كما كتت تتقن الوزارة او يعني يعني جميع لوزارة الصحة لوزارة التربية الوطنية كانت منه ان شاء الله ان الوليدين يلتزموا بهد اه الاجراءات الاحترازية اه من جهتهم ومن جهة ان المدارس احتها هي تقوم يعني بالواجب ديالها اشتركوا في القناة